لو ننتقل لملف آخر الحقيقي ملف يعتبر ملف خطة استراتيجية محلية لكن الحقيقة لها صدى عالمي ودولي بشكل كبير مبادرة مصر الرقمية طبعا الرئيس السيسي بيوجه بالإسراع في تنفيذ هذه المبادرة وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة المحترمة دي إزاي هتقدر المبادرة مبادرة مصر الرقمية هتساهم في دعم الأداء الحكومي في مصر وبالتالي يعود بشكل كبير جدا في الربط مبينه ومبين الدول الأخرى بشكل عالمي وبشكل دولي أنا أعتقد أنه المبادرة كمان جزء رئيسي من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي الجمهورية التانية اللي إن إحنا زي ما قلنا إحنا مش رايحين ننلعبش إحنا بنلقى طريق التفكير كامل في إدارة الدولة إدارة محترفة إدارة بتعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة إدارة بتعتمد على توفير معلومات كاملة يتم الاعتماد عليها بشكل حقيقي في اتخاذ أي قرار ده الفكر اللي هو هيحكم الجمهورية الثانية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية علشان ده يبقى متطبق بالفعل لازم مبادرة مصر الرقمية تكتامل وتتوسع زي ما الرئيس قاله النهاردة في الاجتماع وتشمل كل المجالات جزء رئيسي كمان إنه تسريع العمل القضاء على أي منافس للفساد للرشوة للتعامل المباشر بين صاحب الخدمة وبين اللي بيقدم الخدمة في الحكومة القضاء على التراهل اللي كان موجود في الجهاز الحكومي الحقيقة أيبا فيه جبيات كثيرة جدا متعلقة بتسريع العمل وتسريع واترة العمل وانتظام واترة العمل والقضاء على أي أبواب للفساد للرشوة للوساطة للمحسوبية الحقيقة اللي هو جزء مهم بيحكم انتقال مصر إلى العاصمة الإدارية الثانية والإعلان عن برد الجمهورية الجديدة ده لما بيحصل على كل المجالات جوا كمان بيساعد في كل المجالات برا لأنه بيقول لأي مستثمر أجنابي إنه البيئة متاحة جدا أي حاجة كانت أي سلبيات كنت تشتكي منها خلاص احنا بنقضي عليها أهلا وسهلا بيك تيجي مش بس أمن والاستقرار لا كمان فيه تكنولوجيا بتحكم كل الأمور وما فيش تدخل للعامل البشري ممكن يعرقل ما فيش روتين في التبادل المعلومات في تبادل العلاقات بين مصر وبين أي دولة أعتقد أنه جزء مهم جدا أن يبع عندنا هذا التقدم والاعتماد على التكنولوجيا الحليصة في كل مناح الحياة أعتقد أنها طبعا زي ما أنت قلت مبادرة مهمة جدا لمصر الجديدة والجمهورية الجديدة دايما برضو بنحط مكاننا كده مكان بعض أهلينا اللي بيشوفونا ويسمعوا دايما على فكرة أن مصر متوجهة لخدمات الأونلاين وأن هيبقى فيه توسع في الخدمات الرقمية طبعا انت حضرتك عارف أن احنا بقى سنين عايشين في الروتين وسنين عايشين في الدولة الورقية مش الرقمية الانتقال من ثقافة الدولة الورقية إلى الدولة الرقمية ساعات بتخوف ناس كتيرة قد إيه فكرة تأهيل المواطن واندماجه مع هذه الثقافة والتعاملات الجديدة في مصر بشكل كبير في الفترة اللي جاية برضو محور مهم وخطوة مهمة جدا عشان ما يحسش بنوع من أنواع الفجوة في التعامل أو كمان التفاعل مع هذه الخدمات المحترمة جدا واللي هتفيده جدا واللي هتقلل يعني الرشاوة والفساد والأشكال والألوان العديدة اللي احنا شفناها بشكل كبير جدا في الفساد واللي بيضطر المواطن أنه يخضى عليها عشان تتم خدمته يعني الجزء مهم جدا في ده تغيير الثقافة علشان يبقى المجتمع بأكمله مؤهل للتعامل مع هذه المبادرة ونجاحها هو النظام الجديد اللي مصر بدأت فيه لإصلاح التعليم لأنه ده مرتبط بأن احنا بالرب الناشئة الصغيرة بالرب أطفالنا على أنه هي دي الحياة اللي لازم يعيشوها هو ده المستقبل اللي لازم يتعامله معاه يمكن لما جات جائحة كورونا كمان صرعت من خطوات الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة حتى في التعليم سهمت جدا في انتشار هذه الثقافة مش بس في التعليم أعتقد فيه مجالات عديدة الناس مع الوقت طبعا الناس تعودت أنها تتعامل بالوراء تتعامل بشكل مباشر لكن مع الوقت أعتقد ولما ده هيبدأ تطبيه وهو بدأ تطبيه في مجالات متعددة لما يتم التوسع في تطبيه وهيشوف قد إيه أن ده بيوفر له وقت وبيوفر له مجهود وبيقضي على الروتين وبيقفل أبواب الرشوة وبيقفل أبواب الفساد الناس هتشوف قد إيه أن ده مفيد لها في جميع مناحي حياتها وفي تسهيل حياتها لأن ده جزء من أن الدولة توفر الحياة الكريمة للشعب المصري أعتقد أنه مع التقدم في مستوى التعليم والنظام الجديد لإصلاح التعليم ومع التوسع في استخدام الخدمات دي احنا شوفنا حتى كل البنوك تقريبا بدأت تتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا مش في الاعتماد على الأوراق المالية المطبوعة أنا أعتقد أنه ده مع الوقت الناس كلها هتعرف عن ده هو مفيد وعن ده هي هتستفيد منه والناس هتبقى أي حد متخوف منه دلوقت هيبقى مشجع ليه جدا في المستقبل ترجمة نانسي قنقر